43 فريقا يمثلون 19 دولة شقيقة وصديقة للأردن سيشاركون في مصابقة المحارب السبعة الدولية والتي ستجرى في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة والتي ستبدأ فعالياتها يوم الأحد مصابقة المحارب تحظى باهتمام دولي كبير خاصة في استخدام المهمات العسكرية والأسلحة الفردية والميادين الحديثة ولعل توقيت هذه المصابقة ذو أهمية في ظل تكاتف الدول لمواجهة التحديات ومخاطر الأمنية وفي مقدمتها الإرهاب بما يضمن أمن واستقرار المنطقة مصابقة المحارب تشكل مصابقة نوعية لمشاركة نخبة القوات الخاصة من الدول المشاركة يقدم مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة دورات تدريبية مصممة خصيصا أو دعم تدريبية للمتدربين حسب البرامج التدريبية الخاصة بهم ببساطة إذا كانت وحدات العمليات الخاصة هي رأس الرمح فإن مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة هي الأداء التي تتشهدها تظهر المصابقة قوة التحمل والصبر والعمل الجماعي وماهارات الفنون القتالية المختلفة لفرق العمليات الخاصة ووحدات القناصين حيث يشارك لأول مرة فريق نسائي أردني من قوات الدرك وصل عدد الفرق المشاركة إلى 43 فريق من 19 دولة تتنافس لإكمال 10 فعاليات كفريق واحد وفعالية فردية في المسابقة وما يميز مسابقة المحاربة الدولية السنوية السابعة أيضا مشاركة فريق نسائي أردني من قوات الدرك الشرطة الخاصة وتأتي أهمية إقامة مصابقة المحارب في المملكة مع تصاعد جهود التحالف الدولي ضد الإرهاب ومشاركة المملكة في عمليات عاصفة الحزم في اليمن وموافقة الزعماء العرب مؤخرا على إنشاء قوة عربية مشتركة جورج برهم رؤية